كل التلفزيونات الدولية وكل التلفزيونات العربية كانت بتكلم إنه الجزائر دولة أخرى في سلسلة حصلت من التغييرات من ابتداء من 2011 ممكن دي تبقى ميزة إيه اللي مفروض إنه الجزائر وأنا أتمنى لهم دايماً كل الخير في كل اختياراتهم إيه اللي مفروض إنهماً يتعلموا من تلسلة التغييرات اللي اكتاحت العالم العربي شوف الجزائر من بين الدول العربية كل دولة العربية لها غصائص معينة الجزائر دولة شديدة المراس شعبها يتميز بخدر من القدرة على التحمل والمواجهة لأنهم مروا بتجارب صعبة للغاية عبر التاريخ أدت أحياناً إلى اختفاء الدولة الجزائرية ثم ظهورها في مرحلة معينة وكذا الجزائر هي بقعة من شمال أفريقيا تركزت فيها خبائل معينة ما بين عرب وأمازين ولكنها ظلت دائماً في صراع مع التاريخ ومع القوة المحيطة بها وبالتالي لديهم قدر من الجلد القدرة على المواجهة قد لا يكون متاح لغيرها وأظن أن أكثر شعبين عندهم يعني قدرة على المواجهة الدامية هم العراق في الشرق والجزائر في الغرب رغم أن الشعبين يمكنهم من أطيب الشعوب العربية على الإطلاق فكان من الطبيعي أن هذا الشعب الجزائري قدرته على التحمل لها حدود هو شعب ما هوش سهل القياد شعب ما هوش طيع بطبيعته شعب يستطيع أن يواجه دواجه فرنسا التي لم ينقذها إلا شارل ديجول بالخروج من ذلك أنقذها من الجزائر شارل ديجول أنقذ فرنسا من الجزائر وبالتالي الشعب الجزائري كان له رأي واضح وأنا أعتقد أنه لو كان الرئيس بوتفليقة يعني في وعيه الكامل وصحته المعتادة كان انسحب من شهور من أول ما بدأت أول بوادر الاعتراض عليه